الاستثمار في تنشيئة جيل صالح هي التجارة الرابحة دوما ومن هذا المنطلق قام فريق متطوعين للغير بإقامة مسابقة الحافظ الصغير وهي الأولى من نوعها التي تقام على مستوى محافظة المحرق تنافس فيها أكثر من أربعين حافظا للقرآن الكريم الزميلة خولة لجرنيس والتفاصيل تشهدوا المقرضون مسابقة حماسية حركت روح المنافسة بداخل أربعين طفلا في محافظة المحرق يتبارون في حفظ القرآن الكريم للفوز بلقب الحافظ الصغير من خلال المسابقة التي أطلقها فريق متطوعين للغير بهدف تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم بالشكل الصحيح للفئة العمرية من 6 أعوام إلى 12 عاما أحنا هدفنا في هذه المسابقة أو في هذه الجائزة هو تحفيز هذا السن على قراءة القرآن الكريم بتجويدة إن شاء الله سنكون على مستوى البحرين هذه المسابقة ورح تضم كل مساعد البحرين إن شاء الله براءة الصغار كانت واضحة على محياهم فقد عاشوا أجواء حماسية تنفس فيما بينهم فاستعدوا لهذه المسابقة بكل شوق وعيونهم تترقب الفوز بالمركز الأول أعلان في المركز الأول سعد فاريجي شوفت المسابقة وقيت بشورك فيه لأني حبيت أتنفس اللي معاي وعشان أرصي المركز الأول والمسابقة شجعتني على حفظ القرآن صليت ناس يشجعوني يعني أبوي كان أول واحد يشجعني ويساعدني إن أشارك في ذي المسابقة وكان يعني يحفظني ولسا تذهب بعد في المركز ما قصر معاي يعني كانوا يساعدوني ويقول لي شارك وبتفوز إن شاء الله ويعني صليت ناس يشجعوني القرآن وصري عندي أصدقاء ونصري متحمس المسابقة شجعتني أني أحفظ القرآن وشجع الناس أصدقائي على الإجراء المسابقة ويحفظون القرآن تركت في هذه المسابقة لأتنافس مع أصدقائي وأسمن للجميع أن يكونوا من حفاظ القرآن الكريم هذه المسابقة مرت بعدة مراحل راعت فيها لجنة التحكيم جميع الجوانب المتعلقة بالقراءة السليمة للقرآن الكريم وقدرة الأطفال على التسميع بشكل صحيح لما يكون هناك فريق شبابي قام على هذه المسابقات نربي هذه الفريق الشبابي على روح القيادة روح المبادرة روح الأخذ بزمام الأمور في تولي مثل هذه الأمور لتخدم الدين وتخدم كتاب الله عز وجل وطبعاً المسابقات القرآنية يجب أن تكون فيها تصفيات أولية وتصفيات نهائية يعني مثل ما نقول لمعرفة الطالب الحافظ من غير الطالب الحافظ نجاح هذه المسابقة حفز الفريق إلى اتخاذ خطوات لتعم هذه التجربة على المحافظات الأخرى في المملكة ليتسارع أطفال البحرين على حفظ الكتاب الكريم أطفال صغار اشتعلت بداخلهم روح المنافسة فتسابقوا على حفظ القرآن الكريم على مدار شهر كامل رغبة منهم في الوصول إلى أعلى المراكز ليحققوا لقب الحافظ الصغير خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين